أكد الأردن أهمية الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتحقيقات بقضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي وقال بيان رسمي في هذا الإطار إن الإجراءات التي اتخذتها السعودية ضرورية في استجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية وإحقاق العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين فيها كما عبرت الحكومة عن صادق العزاء لأسرة خاشقجي إلى ذلك وعد الرئيس التركي بكشف الحقيقة الكاملة بشأن مقتل خاشقجي موضحا أنه سيدلي بتصريح جديد بشأن هذه القضية ثلاثاء المقبل فيما قال وزير الخارجية السعودي في مقابلة متلفزة إن مقتل خاشقجي خطأ جسيم وولي العهد السعودي لم يكن أعلى علم به لفتا إلى أنهم لا يعلمون أين جثته آخر تطورات القضية وردود الفعل عليها في هذا التقرير فيما أشادت عدة دول مثل الإمارات ومصر والبحرين بقرارات العاهل السعودي بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي الذي أقرت السعودية مؤخرا بوفاته داخل قنصليتها في اسطنبول طلبت دول أخرى بمزيد من التوضيحات حول القضية التي شغلت العالم منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع الرئيس الأمريكي ترامب قال إنه غير راض عن المعلومات التي أدلت بها الرياض بشأن ظروف وفات خاشقجي مبديا استعداده لفرض عقوبات على السعودية على أن لا تطال مبيعات الأسلحة كندا بريطانيا وفرنسا ودول غربية أخرى قالت إن الوقائع التي سردتها الرياض لا تقدم أجوبة على كل الأسئلة المطروحة حيال القضية فيما دعت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى غير حكومية إلى إجراء تحقيق معمق وشفاف حولها ما بين الإشادة ومطالبات المجتمع الدولي ينتظر العالم اليوم أن تكتشف وقائع هذه القضية بالكامل وأن تتم محاسبة المسؤولين عنها ليطوى هذا الملف الذي تسارعت أحداثه وتوالت تداعياته مؤخرا